بدأ اليوم المختطفون من أبناء مدينة عمران في السجن المركزي بالمحافظة إضرابا مفتوحا عن الطعام ويطالب المختطفون البالغ عددهم أكثر من مائتين بالإفراج عنهم مؤكدين أن احتجاز الميليشي الانقلابية لهم غير قانوني مشيرين إلى تعرضهم إلى انتهاكات مختلفة وتعذيب وحشي مستمر يطال العديد منهم وعبرت أسر المختطفين في سجون ميليشي الحوث والمخلوع عن امتعاضها واستنكارها وإدانتها من عدم التفات المجتمع الدولي والإنساني لقضايا المختطفين والمخفيين قسريا مطالبة بالضغط على ميليشي الحوث والمخلوع الانقلابية للإفراج عنهم